وما العدد الذي تفح به صلاة الجمعة العدد المشروط لإقامتها فيه أقوال كثيرة أوصلها الحافظ ابن حجر إلى خمسة عشر قولا ونقلها الشوكاني في نيل الأوطار وعلق عليها وتبين لي من هذه الأقوال أن بعض الأئمة كمالك حكيت عنه عدة روايات في هذا العدد وأن بعضها ليس له دليل والبعض الآخر دليله مناقش غير مسلم تماما وأرى إن عقادها بأي عدد يوجد محافظة على الشعيرة وكلما كان العدد كبيرا كان أفضل ففي عقادها بالعدد الكبير إظهار لاهتمام المسلمين بالعبادة وفيها تقوية للروح الجماعية وإعطاء مظهر رائع له تأثيره النفسي على من يشاهد هذا الجمع الكبير في صلاته المنظمة ووحدته الروحية القوية والله أعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر